بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسلم. أهلا وسلم. قلت بسمعني الأول مرة. معكم مصطفى قناة يوتيوب. تبسمعنا الأول مرة واجب الفيديو. لا ينسى تشترك وفعل القرس. سوف أعرفنا في قناة ثانية اسمها يوتيوب معرفة. تابعونا على قنوات يوتيوب ويوتيوب معرفة. ولا تنسوا لايك وكمنت للقناة. دعم لنا. لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. اليوم متعبير عن الأهمية السياحية للعقبة. مقدمة وعرض وخاتمة مقدمة. أطرق بياد مسافة كلمة. تعتبر مدينة العقبة مدينة نشطة سياحين لوقوعها على ساحل البحر الأحمر. العرض أطرق بياد. مدينة العقبة أهم مقصد سياحي وذلك لسلطة الوصول إليها برا أو بحرا أو جوا. كما أنها تتميز بأنها قريبة من مدينة البطراء المدينة الوردية من وادي رمل. وتتميز بالمناخ المعتدل ونظافة الشواطئ وتوفر البيئة التحتية. فمدينة العقبة فيها مواقع جذب سياحي من مختلف أنحاء العالم. حيث يستطيع السائح أو الزائر رؤية العديد من المواقع السياحية. مثل قلعة العقبة الشهيرة ومرسى الطيور ومنتزه العقبة البحري. كذلك متحف العقبة. ويعتبر خليج العقبة من أفضل مواقع لممارسة رياضة السباحة والغوص. العقبة بها تنوع في المنتج السياحي ومنها رياضات بحرية والألعاب الترفيهية. ويستطيع السائح عمل مبيت في المجتمعات السياحية ويعيش حياة البدو. ولا ننسى أنها تتميز بوجود المرافق والخدمات والفناطق والكنائس والمساجد التي تعتبر نقطة جذب سياحي وغيرها. الخاتمة أطربيت مسافة كلمة. العقبة واحدة من أهم المعالم السياحية بالأردن. لها العديد من المقاومات الطبيعية والبشرية التي جعلتها لها مكانة مميزة. وضع نقطة الخاتمة والسطرين. يربي يكون الخط واضح لأن هنا لا يوجد مكان فأنا كتبتها يعني من تحت. نقرح الخاتمة مرة أخرى. العقبة واحدة من أهم المعالم السياحية بالأردن. لها العديد من المقاومات الطبيعية والبشرية التي جعلتها لها مكانة مميزة. مقدمة وعرض وخاتمة عن تعبير عن الأهمية السياحية للعقبة بالأردن. ببعد تحيتي وسلامي لكل اللي بيسمعني من الأردن. بشكرهم على متابعتهم للقناة قناة تيتيوك. هذا الموضوع الطلب مني من أحد متابعي القناة. يربي يعجبه ويعجب كل اللي بيسمعني. ويكون موضوع مناسب من ناحية الجمل والعبارات. ومن ناحية عدد السطور. أنا لا أعلم يريد كم سطر. إذا عجبكم الفيديو اعملونا اللايك. وإذا أخذتم جزء من التعبير اعملونا اللايك. وإذا استفدتم ولو بواحد في المية من الموضوع اعملونا اللايك. وإنزل تحت اكتب كومنت للقناة لنعرفك واللي تكون من محبي القناة. أراكم في الفيديوهات القديمة مع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.